وبينما حدد حراك ديالة السلمي نهاية شباط الجاري موعداً لانطلاق تظاهرات السلمية كشف قائد عمليات ديالة لواء الركن علي فاضل عمران أن جهود القوات الأمنية في 70 يوماً أثمرت عن ضبط 169 عجلة تستخدم في تهريب الوضائع والمواد والمنتجات النفطية وقال في تصريح أن قيادة عمليات ديالة اعتمدت استراتيجية شاملة لانهاء ملف التهريب عبر تأمين الطرق في كل الاتجاهات على مدار الساعة مضيفاً أن التهريب أصبح من الماضي بعد أن ظل تهديداً للاقتصاد الوطني نهك عن تأثيره على الأسواق بأشكال مختلفة وكانت قيادة عمليات ديالة نفذت سلسلة إجراءات خلال الأشهر الأخيرة أسهمت في معالجة الكثير من السلبيات في المشهد الأمني وخلقت حالة من الاستقرار المنشود